رأيك إيه في رحيل مارك كلاتنبرغ؟ بص هيك التجربة موجودة تحضر مصري ريكورد القدم جاء وأنا كنت من أول الناس المؤيدين للتجربة عشان خاطر تحكير مصري مش خاطر مارك عدت 13-14 أسبوع وقلنا إن مفيش جديد الراجل ما قدمش جديد للتحكير المصري طبعا كان انتفاء إنه وبيسافر وبيروح وبييجي لكن ما نجحش بالصورة اللي إحنا كنا ما نستنينها أو ما ننتظرينها أي نعم كلنا بنقول برضو ياخد فرصة لغاية الآخر لكن الظروف اللي حصلت والقعدة اللي حصلت وفي الآخر الاختلاف اللي حصل والراجل سافر بنتكلم إن إحنا دلوقتي خلاص بأمر واقع الراجل مش موجود إحنا لو هنقابلت تجربة بنهايتها الانتهاء دي فهو ما فيش نجاح ما نجحش تحكير مصري مارك ما أضفش لي حاجة بس إحنا بنتكلم إن كانت تجربة كنا نتمنى كلنا لنا نجاح عشان تحكير مصري يرجع لصورة بصورة محترمة بعكس التالث سنين اللي فاتوا أو اللاربع سنين اللي فاتوا كان حاسس إنه تقدم له المساعدة أو يد العون بالشكل الكافي أو ما تقدم لهش مساعدت بص أنا طبيعي طبيعي جدا الخبر الأجنبي اللي موجود في مصر أيا كان مين له هيجي خبر أجنبي اللي معاه ولا نجحه فهو يعني الغطمهم سافر لسافر بعد 13 أسبوع 14 أسبوع أنا عندي عندي قناع فيه حكام ما عرفش مستوى في حقام ممكن أساميهم لسه ما علاقتش معاه وبالتالي المعاونين اللي معاه كان هم أساس أي شغل دلوقتي أنا فاروق والناس اللي موجودة معاه بتمنى لهم طبعا فاروق أخ وصديق غالي واللجنة اللي موجودة تمنى لهم كل توفيق ونجاح في الآخر كلنا مستندين لأي حد يقول للمنظومة التحكير مصري لأن في الآخر المكان ده أو المنظومة دي إحنا ترسم الترس اللي كانت موجودة فيها وبالتالي كل الدعم للناس اللي موجودة لكن أنا بتكلم إن طول الوقت الخابر الأجنبي على الأقل السادة الأولى كل اللي معاه هم اللي يمجحوه وبالتالي أنت محتاج معاونة غير طبعية لأنه جاي راجل يعتبر لو بتتكلم إنه شاف الرؤية ما عندهش رؤية ما عرفش حد ما عرفش مستويات وبالتالي كان اللي معاه أساس شغله وأساس نجاحه كان يابل المعاونين اللي معاه كان خطأ تعيينه رئيسا للجنة الحكام كان مفهود الاكتفاق بفكرة إنه يبقى راجل مستشار للتحكيم المصري مطول للتحكيم المصري بص هو الاتفاق كان اللي إحنا اتفاقنا عليه ننفذه أبسط حاجة في أي اتفاق اتفاقت عليه ننفذه وبالتالي اللي جاي عشان إحنا خلصت دي تجربة خلصت إن شاء الله الاتحادة لمصر يستفيد من اللي جاي من التجربة اللي جاي فأتمنى اللي جاي بقى نستفيد من التجربة اللي فاتت في ننجاح التجربة اللي جاي أي إن كان بقى من اللي جاي برضو أنا برضو أنا مع نجاح أي خبير أي إن كان عشان التحكيم المصري بحياة كويسة فأنا داعم للناس اللي موجودة حالياً المصريين ودعم لللي جاي إحنا طول الوقت بندعم التحكيم المصري من الشخص اللي موجود فبالتالي إحنا هم نتكلم كل العقبات أو كل السلبيات اللي كانت موجودة مع مارك نتلافها في التعاقد في الجديد إن شاء الله